لو قدمنا نفس المستوى والشخصية والأداء والروح اللي كانت موجودة في كاس العالم أنا بقول لكم وعلى فكرة يعني من داخل قط اللبس بعد مباراة فلامينجو اللعيبة داخلت مع ميسر كولر وتعاهدت لميسر كولر انها تكون موجودة بإذن الله تكسب أفريقيا وبإذن الله تكون موجودة في النسخة اللي جاي من كاس العالم الأهم بالنسباني بقى اللي احنا هنتكلم فيه هو انتراح كاس العالم اللي جاي لأنه واحدة من الحاجات اللي اتغيرت جدا عند لعيبة النادي الأهلي وعند الجيل ده وعند إدارة النادي الأهلي وعند الجهاز الفني أنه بعد اللي شوفنا ده هو ليه لأ يعني هو اللي احنا عملنا ده ليه ما وصلنش لمناصة التتويج وليه ما نوصلش للمباراة النهائية سيبك من قصة بقى التحكيم ومصطفى غربال ومشكلة ماتش فلامينجو ده كلام في التفاصيل مش هيودي ولا هيجيب يعني مش هيغير من الأمر الواقع شيء اه فيه أخطاء ممكن تحكمية أثرت على المباراة واي لأخره بس في النهاية مش دي قصة بالنسبة لي القصة انت عايش تروح لفين الفوارق بيننا وبين أوروبا زي ما قلت لكم انت بتكلم على ريال مدريد يا جماعة يعني عشان نبقى برضو ننزل على أرض وقاب نحب الأهلي وقاب نعشى الأهلي وقاب نسبة لنا النادي الأهلي أعظم نادي في الكون لكن الكرة في أوروبا في حتة تانية خالص فريق ريال مدريد ده يعني سيبك من الإمكانات المادية حطها على جنب سيبك من الرعاية وحقوق البس والجواز المالية وحجم الصفقات اللي بيعملها النادي كل سيزن تبتكلم بس بس على مستوى الاحتكاك ده نادي بيتنافس في الدوري في طبعا في أجواء مثالية ملاعب على أعلى مستوى تحكيم على أعلى مستوى جماهير ملاعب فولي بوجد طبعا ده جزء من احتفالات الريال بفوز بكاس العالم لأن ده من داخل قط الليبس طبعا تعرفين أو اللي متابع القناة عارف طبعا إن احنا فيه بروتوكول تعاون بنا وبين قناة ريال مدريد بمناسبة الموندياليتو فبالتالي طبعا كل الشكر طبعا لزملائنا في قناة ريال مدريد اللي اختصوا قناة النادي الأهلي بلقطات من ده فالفاردي طبعا فدريكو فالفاردي مباراة كانت رائعة الحقيقة بين لازم برضو أشيد بالأشقاء في الهلال السعودي اللي قدموا مباراة رائعة كمان قدام الريال في نهاية البطول لكن هرجع مرة تانية لقصة الاحتكاك ده فريق بيحتكى على المستوى المحلي مع برشلونة وفالينسيا وقتلاتكو مدريد ويحتكى على المستوى الاوروبي مع السيتي وتشالسي وليفر بول وبي اش جي فبتالي مستوى الاحتكاك مستوى الملاعب مستوى الحالة العامة كلها مختلفة وغير الناس دي سابقنا بمئة سنة قدام فكون ان الاهل يقدر يقرب الفوارق دي او يديق الفوارق اللي بيننا وبينه كده اعتقد لأ ولي لأ ممكن جدا جدا ترهن على الاهل السنة الجاية بشروط لان الكلام يبقى واضح لانه فكرة الروح بس تصنع الفارق لكنها لا تكفي يعني بالتأكيد الروح بتاعت النادي الاهلي روح الفنانة الحامرة دايما بتصنع الفارق لكن ما تقدرش تغطي كل الفوارق محتاج شغل محتاج تركيز محتاج تدعيم محتاج مستر كولر ياخد وقته اطول شوية يقدر يشتغل اكتر احنا نتكلم على انه الراجل شغال تقريبا تلات اربع شهور فبالتالي وجود الراجل فترة اطول سيزن كامل يخوض خلاله مواجهات في الدوري وفي الكاس وفي الدوري الابطال بالتأكيد شغله هيبان بشكل افضل وحفظ اللعيبة لفكره وطريقته هيبقى ترجمته في المعلىها بأحسن وعلى الرغم الحقيقة انه خلي بالك برضو انت لعبت مباراة فلامينجو يعني انا قومي شفت التشكيل بصراحة خضيت يعني وده كان كويس بالنسبة لي كان ليه منطقه يعني كان ليه ابعاده او كان ليه اسبابه انت راجع على دوري ابطال افريقيا او عندك مواجهة اول مباراة بره ملعبك لعبة بزرت مجهود خارق في العشر تيام اللي فاته فكان طبيعي او منطقي انك انت تريح عدد من اللعابين لكن اللي كان بالنسبة لي مخوفني انه مع وجود اللعابين اللي بشاركوا الاول مرة في المباراة دي في مواجهة فلامينجو البرازيلي اخاف انه السيناريو المباراة يروح للسيناريو ما نتمنهوش كاهلوية فخفت بصراحة لكن الشكل اللي ظهر بين نادي الاهلي في وجود مروع نعطية بيشارك لأول مرة في بطولة كبيرة قدام بطل برازيل على لقب على ميداليا برونزية خلد عبدالفتاح عودة ياسر ابراهيم لعبة دي جاي من بعيد برسيتاو طاهر بقال لهم فترة بعاد شوية يعني بقال لهم فترة بعاد شحات بره افشا بره بتولي بره ديانج بره السلية بره فكات بالنسبة لي قال لكن الظهور الاهلي بالشكل ده في المباراة لا شيء اكتر يحسب لمارسل كولر يحسب لفكرة الروتيشن كما يقول الكتاب زي ما بيقول الكتاب دي الروتيشن اللي انت بتقول فيها انه اللي عاد على الدكة بره زيه زي اللي موجود جوه انه اي 11 هيمثله النادي الاهلي هيكونه على نفس المستوى خلد عبدالفتاح محمد هاني اكرم توفيق تحتار تبدأ بمين ولا مين عبدالآدر امبارح لازم ياخد حقه احمد عبدالآدر امبارح لازم ياخد حقه لانه حقيقة امبارح واحدة واش واحدة ده يمكن تكون افضل شوفوا الهلال عبدالآدر تقلق في مباراة الهلال برضو كانت مركز ثالث وربع في نسخة الاخيرة من كراس العالم لكن امبارح عبدالآدر كما يجب ان يكون عبدالآدر اللي تقدر تقول انه نجم المباراة من وجهة نظر أنا عرف أنه أعتقد فيه العيب من فلمانجو هو اللي أخذ نجم المباراة لكن أنا شايف أنه عبدالقادر مبارح هو ده عبدالقادر اللي أنا مستنيه هو ده عبدالقادر اللي أنا شايفه هو عبدالقادر اللي رهن عليه في فترة من فترات أنه يكون في أحسن حتة في الدنيا بس ده محتاج شغل كتير لكن مبارح عبدالقادر شابو نجم على أعلى مستوى